فاكر اول بطولة احرصتها مع النادي الاهلي كانت بطولة ايه? اه ما هي دي بطولة الكاس اللي هي اول ماتش الكاس اللي هو الاهله زمالك البطول الماتش ده احنا خدنا فيها فيه كاس مصر دي اول بطولة لكن انا احاول لحظتك على حاجة الجيل اللي انا بكلمك عنه ده هو اعظم جيل في تاريخي مش عشان انت موجود اول لا بص انا اقولك انا احنا في وقتنا كان في وقتنا لا انا احاولك ليه البوابة الافريقية كان الباب بتاعها صعب على صعب المنال على اي حد يفتح احنا ملعبها من سنة ستة وسبعين ايوه لما جينا احنا الجيل ده بالذات هو اللي فتح البوابة على مصرعي نعم هو اللي جرق على المنطوات الافريقية خلي بالك انك انت لما تمهد الطريق او تعمل الاساس لفرقة النادي الاهلي على المستوى الافريقي تبقى نوصل للعشرة للوقت الحمد الله هنا لكن كان فيه كفاح من الجيل ده انه يمهد الطريق تفاكر السفرات بتاعاتنا ما كنا بنسافر الافريقية كنا بنية مرموة طبعا كانت احنا كنا بنسافر 13 ساعة و14 ساعة وصعب نقود يومين عشان نوصل لأ وغير كده اسم النادي الاهلي افريقيا متعملش الا بالجيل ده ابتدى الجيل ده هو اللي يعمل انا معاك وكان معظم اللعيب المحب ما كانش فيه احتراف افريقيا لسا بالضبط احنا كنا بنلاعب كانون يا ويندي يا كابت المصطفى منتخب الكاميرون بيلعبنا ونقون اللعيب الكبار اوي ما كانش فيه احتراف كنا بنلاعب التراجي بنلاعب الفرع بنلاعب المنتخب ذات نفسه طريق ديابه اه اللعيب الكبار اوي ما كانش فيه لسا عيبه ما كانش عارفه طريق اه احنا كنا بنلاعب كوتوكو كان منتخب غنب بنلاعبه بنلاعب اللي كانون يا ويندي في الكاميرون منتخب الكاميرون وكان ما فيش احتراف افريقيا فكانت الفرع صعبة جدا اكيد طيب اول بطول انت حققتها وكنت مشارك فيها في المباراتين وجمعت فيها فاكر المبارة دي اه هي دي البطولة الجميلة اول بطولة افريقية انا اخذها كان مع كابتن جوهري وده الجول المختر ده للخطير مختر ايه مختر ايه الكرة دي اللي بصها ده انا الكرتين مدي انا اللي عملت 3 جوال لأ في المبارة دي بالذات الكرة دي انا عملها الخطير من نص الملعة وعملت كرة الثانية علاق مايهوب والتانية ودة إحنا فغلنا في المباراة شيواء تلاتة لأ لا 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 هذه الكرة الثانية هي هيو أو أدل باستاذ لا لا لاا استاذ انت عملت تقول لا 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 أنا فاكر مش تصح معايا كدة مش تصح معايا ولا يلا الكرى المتشر بتاع لقد اختار اللي عملوا آه ما تبعه انا هنا انا فاكر يا خبط المصطفى وقع مسلا إلي وداني في جنب الشماء واقع على طيب. ما هو دي مزال الكلام اللي انت بتقوله ان اللعيب اللعيب كوي سلع في أي مكان. انت عملت كام اوبر في الماتش دا كنازل بأجوال. اه 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 انا كنت بسريح مصطفى. بقول التاني دا بص. اه. ده التالت بالنسبة. ايوه. التاني الخطيب والتالت لينا. دي مباراة من المباراة التي لا تنسى. نعم. مباراة جميلة. دي انت اول بطولة. قلنا ايه ذكرياتك مع المباراة دي بالذات. والله انا يعني اه انا فاكرة كابتن مصطفى اه كورة جات لك. اعملت فيها اسبرينت عمري ما شفتك كابتن مصطفى عمل الاسبرينت دا في الملعب. والباك يمسك. دا تقول انت تقصده دا بقى بص. اه اه لا اه انا افتكرت اه هو دا. سلام يا مخ. السلام يا مخ. وبس بص لمة الخطيب دي زكاء جدا. وهو واحنا صحافاتنا بعضه كلنا. اه. يعني الخطيب عارف مختارها يا عملية وعارف مصطفى عبدالي. والذكاء من اللاعب نفسه. لا اه هو كمان المدربين يا كابتن مصطفى. طبعا. المدربين اللي كانوا عندنا. كانوا بيشوفوا مهارات اللعيبة. اه وشوفوا الملعب اللي بناب على حملها ازاي متحد. اه طبعا. شكرا. شكرا.